السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الطلاب العزاء معكم الأستاذ المهندس محمد نور بمادة الرياضيات سوف نتابع به الكتاب صفحة 123 بفقرة جديدة برنجي درجة دان بير بلنميان له دانكلام ذا إشتسيز لكلارن جزوم كوميلاره يعني مجموعة حلول لمتراجحة ومعادلة من الدرجة الأولى بمجهول واحد طيب إش معنات أول شي معادلة من الدرجة الأولى؟ المعادلة من الدرجة الأولى يعني عندي مجهول بيكون من الدرجة الأولى يعني إذا عندي مجهول X بتكون هون الأستبعيته واحد إذا كانت الأستبعيته اثنين فبكون من الدرجة الثانية إذا كانت الأستبعيته ثلاثة بكون المعادلة من الدرجة الثالثة هلا حاليا رح ناخد من الدرجة الاولى بايش بمجهول واحد حاليا المعادلة بمجهول واحد قد ما كانت طويلة يعني اكس زائد اثنين ضرب ثلاثة باكس ناقص اكس هاي كلها تا معادلة بمين بمجهول واحد ما بتغير عندي المجهول هو اكس المعادلة بمجهولين بكون فيها اكس وواي مثلا بثلاث مجاهيل بكون فيها اكس وواي وزد وباربع مجاهيل بكون منضف لها كمان مجهول طبعا في معلومة لازم نعرفها انه المعادلة اذا كانت بمجهول واحد قد ما كانت صعبة فما بتكون مستحيل للحل بتنحل اما اذا عندي مجهولين بمعادلة وحدة فهاي المعادلة ما بتنحل بيلزمني اشو معادلة تانية بهالمجهولين يعني اذا صار عندي معادلتين بمجهولين بينحلوا معي تلات معادلات بتلات مجاهيل بينحلوا معي لكن معادلة وحدة بمجهولين ما بتنحل معي دائما لازم يكون في لكل مجهول معادلة هلا نحن رح نبلش هون بالمعادلة من الدرجة الاولى بمجهول واحد منشوف اول قرنك عاطينيها عبيقلي اتنين مضروبة بمين بإكس ناقص ستة تساوي 14 هاي بكل سهولة بضرب اتنين بإكس زائد اتنين مضروبة بناقص ستة تساوي شقاط 14 يعني بصير عندي اتنين اكس ناقص اتناش تساوي 14 دائما لما بدي حل معادلة بمجهول او لما بدي حل معادلة بنقول المجاهيل لطرف والمعاليم لطرف عندي هون اتنين اكس بسفر هالتناش للطرف الثاني يخلي المعاليم يكونوا على طرف والمجاهيل لطرف ودائما مثل ما بتعرفوا لما بنقول اي عنصر من قبل او بعد اليساوي يعني تلعب بنقله لبعد اليساوي دائما بغير له اشارته يعني هاي اتناش هي اشارته ناقص اتناش عندي اللي بنقله للطرف الثاني فبصير زائد اتناش بصير عندي ازا ناقلتها اتنين اكس يساوي زائد 14 كمان زائد اتناش اربطعش و اتناش بيطلعوا ستة وعشرين هلا عب قللي التفاحتين حقهم ستة وعشرين ليرة التفاحة الوحدش قد تكون حقها دائما انا بهيك حالة بقسم الطرفين على اتنين هون لما بقسم هاي على اتنين بتطير هاي هون الستة عشرين على اتنين تطلع معي طلعتاش قيمة الاكس الوحدة او متل ما قالت لكم ازا عب بقول التفاحتين بستة عشرين ليرة معادة التفاحة وحدة بنص القيمة يعني بطلعتاش ليرة هلا بالنسبة هاي للمعادلات البسيطة هلا المعادلة اذا كانت كسرية كيف بحلها المعادلة اذا كانت كسرية من هالشكل بضرب الطرفين بالوسطين دائما انا عند اللي بكون عندي يساوي فهذا الحد اللي موجود هون مضروب بالحد الموجود هون يساوي مين هذا الحد الموجود هون مضروب بهالحد الموجود هون يعني بقول له الطرفين بالوسطين يعني هاد على الطرفين وهاد بالوسطين معناته عند اللي بكون عندي معادلة كسرية دائما بقدر بقول الطرفين بالوسطين يعني بقدر بقول هاد الاكس زائد واحد مضروبة باتنين تساوي الاتنين ايكس ناقص اتنين مضروبة بمين بتلاتة وهذا الشي اللي هو سواه حط هون اتنين مضروبة بايكس زايد واحد تساوي تلاتة مضروبة باتنين ايكس ناقص اتنين. هلأ فقط بفك هالاقواس هاي كيف بفك هالاقواس هاي بضرب اتنين بالايكس وبضرب كمان الاتنين بزايد 1 فبصير عندي 2x كمان عندي إشارة هون زايد زايد 2 بواحد زايد 2 تساوي مين 3 ب2x بصير معي 6x كمان تلاتة بنائص 2 بصير معي نائص 6 المجاهيل لطرف والمعاليم لطرف انا اذا جيتدي انقل المجاهيل لطرف والمعاليم لطرف فبدي انقل هاي مجهول بدي أن أقول له هالطرف هذا كان بهالطرف زائد 6x عند الدي أن أقول له للطرف الثاني رح يصير ناقص 6x هذا خليته محله وهذا نقلته لعنده هذا بدي أن أقول له بما أنته هو معلوم للطرف الثاني هذا إيش إشارته؟ إشارته موجبة وقت اللي بنقله للطرف الثاني بتصير إشارته سالبة كان عندي ناقص 6 بصير عندي كمان ناقص 2 هلأ بحسب هدول عندي زائد 2x ناقص 6 بصير عندي ناقص 4x تساوي هون عندي ناقص 6 وناقص 2 فبصير ناقص 8 طبعا لما بضرب طرفين المعادلة بنفس الرقم ما بتتغير قيمة المعادلة هي دائما يعني أنا زجيت هلأ عندي هون ناقص 4x تساوي ناقص 8 بجي أنا هلأ بضرب المعادلة بنائص إذا ضربتها بنائص ضربوا ناقص 4 بنائص فبصير زائد 4 وضربوا ناقص 8 بنائص فبصير زائد 8 هيك بكون ضربت طرفين المعادلة بنائص ما بتتغير قيمة المعادلة كمان إذا قسمت طرفين المعادلة على نفس الرقم ما بتتغير قيمة المعادلة يعني أنا هون صار عندي 4x تساوي 8 أنا بدي أجي أقسم طرفين المعادلة على 2 هذا قسمت على 2 وهذا قسمت على 2 إذا قسمتهم كمان ما في أي غلط فأنا دائما بين طرفين المعادلة أصدق بين طرفين المعادلة يعني بين اليساوي بين طرفين المعادلة إذا أنا ضربت بنائص أو ضربت بأي رقم متساوي هون ضربت بخمسة هون ضربت بخمسة ما بتتغير قيمة المعادلة وإذا أنا كمان قسمت طرفين المعادلة ما بتتغير قيمة المعادلة هلا بجي بقول هون بدي أسم طرفين المعادلة على 4 وليس على 2 هون بدي أسم على 4 مشان تصير هاي الأربعة تطير فبقسم هالطرف على أربعة وهالطرف على أربعة فبطير عندي الأربعة مع الأربعة شو بيصفيه الأيكس هون 8 تقسيم أربعة تساوي 2 فبتطلع الأيكس معي تساوي 2 هلا بالنسبة لها الأورنك هذا الأورنك بيشبه الأورنك اللي قبله بضرب هدول بفك الأقواس وبنقل المجاهيل لطرف المعاليم لطرف تطلع معي قيمة الأيكس يعني بضرب 3 بخمسة أكس فبتطلع 15 أكس مثل ما يكن شايفين هون 15 أكس كماني بضرب 3 بالنائس 3 هالمرة فبتطلع نائس 9 نائس 9 تساوي 2 ب3 6 أكس 6 أكس 2 بزايد 1 فبتطلع 2 زايد 6 زايد 6 هي هون برا بدك تنتبهوا الضرب شايفين وينو داخل هالحد هاد هاي زايد 6 هي برا كانت عم تستناني قل الشغل زايد 6 كتبته هلا بنقل المجاهيل لطرف والمعاليم لطرف أنا زا جيت نقلت هاي 6 أكس لهالطرف رح تصير نائس 6 أكس طيب أنا عندي 15 أكس نائس 6 أكس تطلع 9 أكس كماني بروح بنقل المعاليم لهالطرف هلا هون قبل ما قالوا لهم عندي هون 2 زايد 6 تساوي 8 وعندي هالطرف هذا تسعة نقلت النائس تسعة لهالطرف صارت اشارة موجبة صارت عندي اياها زايد 9 وكان عندي زايد 8 فبيصيروا تسعة وتمينة وبصيروا سبتعاش هلا انا دائما على مين عبدور عبدور على الاكس بدي الاكس معزولة لحالة انا بدي قيمة الاكس لحالة فاشو العملية اللي دي عاملة هون لتطلع معي قيمة الاكس بدون ما تغير المعادلة هالهون بقسم طرفين المعادلة على تسعة فهون التسعة مع التسعة بتطير صفي عندي فقط اكس تساوي سبتعاش على تسعة وهو المطلوب هلا بجي على الورنيك البعده هلا بهالورنيك هاد عاطيني معادلة كسرية ولكن في اشارة زايد هون اول شغلة بساوية بوحد المقامات وبجمع هالجمع هذا اللازم بعدين بضرب طرفين بوسطين وبكمل شغل هلا بجي مثل ما تعلمنا بالصفوف الابتدائية عندي اللي بدي اوحد المقامات لكسر بضربه برقام يساوي عندي هون مثل بعضه اسهل شي انه اضرب هاد بمقام هاد وهاد بمقام هاد طبعا كل ياتنا بنعرف ومنذكر انه الكسر اذا ضربت البسط والمقام بنفس الرقم ما بتتغير قيمة هذا الكسر يعني انا بشقد ما بدي بضرب ولكن بضرب البسط والمقام بنفس الرقم حتى شغل ما بدي بقسم دقسم البسط والمقام كمان على نفس الرقم فما بتتغير قيمة الكسر هلا انا هون لوحد المقامات بقترح اني اضرب هذا الطرف هذا الكسر بخمسة ايش ده اضرب بخمسة ده اضرب بسط ومقامه بخمسة ليش مشان ما تتغير قيمته انا بدي مقامه يصير خمسة عشresso بس بدون ما تغير قيمة الكسر فلزلك انا بضرب البسط والمقام بنفس الرقم وحتى هذا هون بضربه به ايش? بتلاتة فإذا ضربته بتلاتة رح يصير هون خمسة عش عندي وأنا هذا اللي يهمني وهون عنده ضربته بخمسة بصير خمسة عش وهنا للي يهمني ولكن لما تتغير قيمة الكسر رح أضرب البسط والمقام هلا منشوف انا هوني جيت ضربت البسط والمقام بايش بالرقام المعاكس لقلو يعني ضربت هادا الكسر بخمسة صار عندي خمسة عشر هون صار عندي خمسة ضروبة بالبسط هاد كلو هاد ازا جيت لاحسبو فبيطلع معي هون خمسة اكس ناقص خمسة انا ازا ضربت الخمسة هون لازم ادخلها لجوه فبصير عندي هون خمسة اكس ناقص خمسة على مين على خمسة عشر لانو ضربت بخمسة هلا كمان هادا الكسر رايح اضربه بالتلاتة الثلاتة ضرب اتنين اكس تطلع ستة اكس هون بالمقام الثلاتة بخمسة خمسة عشر توحدوا المقامات معي بس توحدوا المقامات معي بحكسن بكتبن كل اياتهم على كسر واحد يعني بحكسن بكتبن خمسة عشر هون وهي الزائد اللي كانت موجودة بيناتهم هلا هون صار عندي خمسة اكس ناقص خمسة زائد ستة اكس بحكسن بكتبن هالمرة على كسر واحد هلا ايش صار عندي هون تساوي واحد على خمسة عشر اللي هي كانت عندي موجودة بالاساس هلا باجي بلاحظ انه هون الكل صار خمسة عشر هات اذا الكل صار خمسة عشر هات بحسن بضرب المعادلة كلها تشوفوا هلا المعادلة جديدة هاي هي عندي بلاحظ انه المعادلة كلما قامتها خمسة عشر طيب انا اذا ضربت هالمعادلة كل ياتا بخمسة عشر بتأثر شيء؟ ما بتتأثر لاحنا عكينا اذا بنضرب المعادلة كل ياتا على نفس الرأم او بنقسم المعادلة كل ياتا على نفس الرأم ما بتتغير قيمة المعادلة هون ايش عمل للسهولة ضرب المعادلة كلتها بخمستاش يعني ضرب هذا الكسر بخمستاش وهذا ضربه بخمستاش وهذا ضربه بخمستاش عند الضق اضرب هون بخمستاش فبطير الخمستاش مع الخمستاش خمستاش مع الخمستاش خمستاش مع الخمستاش فبيصير عندي خمسة اكس ناقص خمسة زائد ستة تساوي الواحد هذا الشي اللي طلع هون هلا عندي خمسة وستة بساوي ادعش إداعش من هالطرف إداعش إكس طيب هاي بنقل لها الطرف هات لأنه اتفقنا عند البحل المعادلة لازم أقول معاليم للطرف والمجاهيل لطرف نقلت هاي لهالطرف فصارت زائد خمسة وطارت من هون طيب واحد زائد خمسة صارت ستة صار عندي إداعش إكس تساوي ستة هلا لأتخلص من هالإداعش بقسم طرفين المعادلة على إداعش فالإداعش مع الإداعش بالطير بصير عندي إكس تساوي ستة على إداعش وهو النادج الصحيح هلا باجي لهون كمان هون عندي معادلة عبدالي المعادلة 2A زائد A ناقص 2 مضروبة بإكس زائد 3 تساوي خمسة ناقص إكس دينك لمنن تزوم كوميسي إكي أولدو ناقوري A سايسنن بولالم عبيقلي الحل هالمعادلة من هو 2 إيش أصدو الحل المعادلة هو 2؟ أصدو الحل المعادلة هو 2 يعني بدال إكس رايح أعوض أنا 2 مين بدو مين طالب مني؟ طالب مني A مثل ما قلت لكم في بداية الدرس أنا هون بهالمعادلة إذا لا أحصوا عندي A مجهول والإكس مجهول صار عندي معادلة وحدة بمجهولين هاي معادلة وحدة بمجهولين مستحيل تنحلي ذلك راح فورا بنص المسألة أو بنص السؤال إيش قال لي؟ قال لي حل المعادلة هاي بتقبل 2 مين دو قبل 2؟ الاكس هلا بعوض بدال كل اكس اتنين تطلع معي معادلة لطيفة بمجهول واحد راح نعوضنا 2A 2A حالة A ناقص 2 عفناها حالة هون الاكس بنعوض بدالها 2 وهون خمسة ناقص اكس كمان الاكس بعوض بدالها 2 هون خمسة ناقص اتنين بتساوي 3 وهون بضرب الضروب اللازمة وبنقول المجاهيل لطرف والمعاليم لطرف يعني عندي هون اتنين مضروبة بA بتصير اتنين وعندي اتنين بنائس اتنين تطلع نائس اربعة فبصير عندي اتنين ا زائد اتنين ا نائس اربعة ناتجة عن هالضرب زائد تلاتة تساوي تلاتة طيب هلا المجاهيل لطرف والمعاليم لطرف عندي هون ناقص اربعة زائد تلاتة معناتها بتساوي عندي هاي ناقص واحد الناقص واحد بدي انه دوله للطرف الثاني فبصير زائد واحد ليش كانت اشارته نائس واحد صارت زائد واحد عن ضرب تلاتة تطلع تخلصت من هدول صار عندي هون اتنين ا ا اربعة ا اش تساوي تلاتة زائد هاد الواحد وتساوي اربعة هلا لا صليح المعادلة دائما بقسم على امثال المجهول بقسم المعادلتين على امثال المجهول هاي على اربعة وهاي على اربعة فهون الاربعة بطير مع الاربعة بتصير الا تساوي أربعة على اربعة يعني واحد فبصير الا تساوي واحد هلا بالقرنج البعده عبي قال لي zwei مضروبة بuyكس ناقصوا اتنين زائد ع روبة اكس زائد ثلاثة تساوي ثلاثة مضروبة بي اكس زائد اتنين زائد اتناش بدو الحل لهاي المعادلة. كمان اي شي بسيط كما تعلمت بفك الاقواس كلياتهم بنقول مجاهي لطرف المعالين لطرف خلصت نحلت. فهلا باجي. اتنين بي اكس اتنين اكس. ناقص اربعة ناقص اربعة زائد الاكس زائد الاكس زائد ثلاثة زائد تساوي ثلاثة اكس زائد ثلاثة باتنين ستة زائد اتناش الموجودة برا. اول شغلة بساوية بتخلص من اقواس. اسم لاحظين. اول شغلة بعملة بس خلصت من اقواس طلو طلعت معي معادلة لطيفة نوعا ما. نقلت المجاهيل لطرف والمعالين لطرف. فهون عندي اتنين اكس وعندي اكس صاروا ثلاثة اكس. واجتني ثلاثة اكس من هالطرف. اي صار هون ثلاثة اكس. واجتني هاي كانت زائد صارت ناقص ثلاثة اكس. ايش صار عندي? صار زائد ثلاثة اكس ناقص ثلاثة اكس. راحوا مضى الاكسات. قال بهيك حالة بيطلع عدد يساوي صفر. بقال له هاي الكومي بوش كومي. ما في الى حل تزم له الى بوش. ما لحل. هلا كمانة بالاورنك البعدو. عاب يقول لي كمانة انو احل له هالمعادلة بنفس الطريقة بتخلص بالاول من الاقواس. بعدينة من الطرف التاني كمان بتخلص من الاقواس. بعدين بنقول مجاهيل لطرف. المعاليم لطرف. فرجوا كمانة نفس الشي. هوني. الناقص ستة اكس زائد ستة اكس طارت مع بعضها. صار عندي صفر يساوي صفر. عند اللي بيطلع عندي صفر يساوي صفر. معناته هاي حلولة المجموعة ار كاملة. هوني طلع عندي صفر يساوي رقم. هاي ما لحلول نهائية. بوش كومي. هون حلولة موجودة بار. ازا طلع معي اربعة تساوي اربعة نفس الشي. خمسة تساوي خمسة كمان نفس الشي. تمام? هاي اشو حلولة? كوميسة اردر. يعني حلولة موجودة بار. هلا بالمعادلة البعضة. او بالاورنك البعضة. عبي قلي. ا مضروبة بمين ب اكس ناقص واحد تساوي اتنين اكس زائد ثلاثة ا زائد واحد. ازا لاحظتوا كمان مجهولين عندي في المعادلة. معناته بدي استنى منو شي. هلا بيجي بقلي. دين كلام لارندا. اه نن. هانقي ديارة اتن اكس ديارن بولان ميجانة بولان ميجانة. يعني هون عبقلي بدي قيمة تعطيني قيمة لآ بحيس ازا عطيتني هالقيمة لآ ما يبقى حلول لآكس ابدا. بولان ميجانة. يعني ما يعود يوجد حل للآكس. طيب. احنا منعرف انو المعادلة امت او الرقم امت بصير تنمصز امت بصير غير معرف لما بصير مقامه صفر. صح؟ يعني انا ازا عندي خمسة على صفر. معناته هاي تنمصز ما عندي هيك شي. فانا لحل هاي المعادلة لازم شو اعمل? لازم اعزل الاكس واساوي الاكس تساوي كزا على كزا. واحاول اعدم المقام. يعني لازم انا اساوي الاكس تساوي رقم على رقم. واحاول اعدم في المقام. اذا عدم معي المقام وكانت اكس تساوي ورقم معدوم في المقام. فمعناته هذا الاكس هو تنمصز ما رح يطلع له ولا قيمة ابدا. فراح هون ضرب اول الشيء الا بالاكس. ا اكس ناقص ا تساوي اتنين اكس زائد تلاتة ا زائد واحد. كماني نقل الايات هاللذين قلل لطرف والاكسات لطرف. بدي نقل الايات اللي كانت بهالطرف سواها ا موجبة كانت سالبة هون صارت موجبة. بتلاتة ا زائد واحد. هلا هون صار عندي اربعة ا هون بقدر بطالع الاكس عامل مشترك من هالحد هاد. يعني تصير عندي اكس مضروبة با ناقص اتنين. وتساوي مين? تساوي الاربعة ا زائد واحد. طيب هلا قيمة الاكس لحالة. انا اش بدي اعمل قلت? بدي اطالع الاكس. بدلالة تكون الا بالمقام. مشان اعدم المقام يصير هادا غير معرف ما يطلع له قيمة لاكس نهائيا. فصار عندي ا ا ناقص اتنين تساوي الاربعة ا زائد واحد. هلا انا اطالع قيمة الاكس لحالة. اش بعمل? بروح بقسم على امثال الاكس. مين امثال الاكس? اا ناقص اتنين. قسمت على اا ناقص اتنين هون. ارحة مع هاي. طبعا كمان هون مجبور انا قسم على ا ناقص اتنين لما تغير قيمة المعادلة. يعني قسمت المعادلة كليتها على رقم هو اا ناقص اتنين. صفت عندي الاكس تساوي. هادا المقدار على ا ا O. اعمت بتكون هايطة نمصز. اعمت بتكون مالة ولا قيمة. عند اللي بتكون هاد يساوي الصفر معناته عند اللي بتكون ال-A ناقص 2 تساوي الصفر ايشو معناته؟ معناته هادا بصير تنمصز هلا بقول ال-2 بنقلة لهالطرف مشان اوجد قيمة ال-A لحالة فبصير عندي ال-A تساوي 2 قال اذا كانت ال-A تساوي 2 فهي المعادلة بتصير تنمصز بتصير ال-X ما بيطلع له قيمة نهائيا لهوني مننهي درسنا لليوم شكرا لحسن اصغائكم نلتقي بالدرس القادم ان شاء الله